هل الزمالكوية يخافوا بعد قرار حمد النقاس أو قرار الفيفا لصالح حمد النقاس نفس الأمر يبدأوا يخافوا على المشكلة اللي مع كهربا برضو أو شكوى نادي الزمالك نادي الزمالك مشكلته مع كهربا مختلفة لو نادي الزمالك قدم الورق بتاعه إن كهربا كان متعاقد وإن عنده عقده والورق سليم أس برضو حرفية أنك أنت توقف قدام الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية ما دي حرفية وليها ناسها اللي هو بيأخذ منك الورق يقولك أنت هتكسب القضية دي أو هتخسرها من الأول إنما لا عايز يشتغلك هشتغلك أنت واخب بالك إنما ما تودش حد محامي أنا أسف في اللفظ يعني مش فهم حاجة وتقوله كسب لي القضية دي مش هكسبها أنت لسه عند يعني رأي حارتك إن أنت قلت إن الكهربا يعني ممكن يكون لسه يعني فيه مثلا شكوى أو الشكوى بتاعه نادي الزمالك دي بتيتحكم له صالح نادي الزمالك أيقا دا لو نادي زمالك قدم في الموعيد المزبوطة أنا ما عرفش نادي الزمالك هل قدم في الموعيد المزبوطة هل قدم في الموع هو النهاردة مش عندنا أكتر من حالة زي حالة كهربا هو شي كبالة لما ساب اليونان ورجع وجاء مصر تاني وما رحش مش اليونان خدت فلوس تعوضت بالفلوس لان معا عقد هو عسام الحضري لما بياخد مستحقاته ساب النادي الالي ورحس واسرة مش عسام الحضري اتحكم عليه بمليون دولار و تسعمية الف دولار ما لمس الكرة في مصر الا لما اتدفع التسعمية الف دولار للنادي الالي النادي اللي عايز عسام الحضري انت واخد بالك هي كده ازاي بقى الكلام ده حصل ورق مترتب ومتستف طيب انا برضو مصر على فكرة دور اتحاد الكرة ودور جمعية اللاعبين المحترفين اللي حردك رئيسها في توعية الاندية وتوعية اللاعبين بنقول احنا بنطلع في برامج برامج كتير اوي بنقول الكلام ده ولا بيقولوش في كل البرامج اللي بنقولها بنقولو لكن مين بيسمع هي دي المشكلة